يبدو أن طبول الحرب قرعت من جديد على قطاع غزة إذا أعلنت جيش الإسرائيلي البدا بتنفيذ هجمات على هداف في الخطاع وذلك ردا على إطلاق حركة حماس أكثر من أربعين صاروخا باتجاه إسرائيل المتحدث باسم جيش الإسرائيلي قال إنه تم استهداف أفراد خلية كانت تهموا بإطلاق صواريخ من غزة وأضاف أنه تم نش منظومات للقبة الحديدية وسط إسرائيل موضح أن الجيش يتجه نحو القتال وسيكون الرد قاسيا وسيستمر لعدة أيام وبدأ التحرك الجيش الإسرائيلي بعد جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية برئاسة رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو معطيا الضوء الأخضر للجيش لتنفيذ هجمات قوية على قطاع غزة الهجمات الجوية الإسرائيلية جاءت بالتزامن مع استمرار إطلاق صوفرات الإنذار في جنوب إسرائيل وإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني كانس حالة طوارئ في الجبهة الداخلية على مدى ثمانين كيلومترا من حدود قطاع غزة لمدة ثمانية واربعين ساعة وتعقيبا على الهجمات الصاروخية من قطاع غزة أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن بلاده سترد بقوة ولن تتسامح مع استهدى في مواطن إسرائيل إلى ذلك وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيت برايس الهجمات الصاروخية التي شنتها حركة حماس على إسرائيل بأنها تصعيد غير مقبول مؤكدا أن أولوية واشنطن على المدى القصير وقف التصعيد بعد المواجهات العنفة مع الفلسطينيين في القدس